من كان له شعر فليكرم توجيه نبوي بإكرام الشعر والاهتمام به فالشعر زينة وجمال جمل الله به النساء وزين به الرجال وقد جاءت الشريعة بشموليتها فجعلت لشعر المسلم على اختلافه وتنوعه أحكاما منها ما يكون حلقه أو تقصيره طاعة وقربة إلى الله تعالى ومن ذلك حلق رأس الصبي في السابع من ولادته حلق الرأس أو تقصيره من نسك الحج والعمر حلق رأس الكافر إذا أسلم نتفو الإبط وقص الشارب حلق العانى عن أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتفو الإبط وحلق العانى ألا نترك أكثر من أربعين ليلة ومنهما يكون الحلق فيه محرمة ومن ذلك حلق شعر الرأس تدينا في غير المواضع المذكورة وهو بدعة حلق الرأس عند المصيبة حلق الشعر على سبيل التشبه بالفساق أو الكفار حلق الشعر على سبيل تشبه النساء بالرجال حلق شعر اللحية النمص ويحضر حلق الشعر أو تقصيره مؤقتا في حالين الإحرام بحج أو عمرة حتى التحلل ودخول ذي الحجة للمضحي إلى أن يذبح ومنهما يكون الحلق فيه مكروهة ومن ذلك القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه إلا أن يكون تشبها بأهل الفسق فيحرم ومنهما يكون الحلق فيه مباحة ومن ذلك حلق شعر الرأس من مرض أو أذى حلق سائر شعر الجسد سوى ما جاء الشرع بإعفائه قص المرأة شعرها للتجمل والزينة من غير تشبه ممنوع لما ثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة ويجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشهاب أو الرجل والمرأة ولا حرج في صبغ الشعر قبل وجود الشيب ما لم يكن على سبيل التشبه بالكفار أو الفسقة فإنه يحرم عن جابر بن عبد الله قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد